موسيقى أهلاً بكل زملائي معلم العلوم للصفة الخامس الاتدائي في كل محافظات مصر مع حلقة جديدة من برنامج دليل معلم تحت إشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم حلقتنا النهار ده بعنوان مشروع الوحدة هنتكلم فيه عن إزاي ممكن نخطط لمشروع الوحدة وإزاي ممكن ندعم تلاميذنا خلال المشروع وإزاي ما تعودنا في حلقاتنا السابقة عشان نحاق أكبر استفادة ممكنة محتاجين يكون معانا دليل معلم وراء وقلم عشان نسجل أفكارنا وتأملاتنا هل يمكنك تصميم نموذج يوضح كيف يمكن أن يؤثر التلوث في مستجمعات المياه المحلية من حولك؟ ده سؤال مهم بس يا ترى ليه إحنا بدأنا به حلقتنا؟ ببساطة ده السؤال اللي بنوجهه كمعلمين للتلاميذ لما بنبدأ نشارك معهم مشروع الوحدة الثالثة وهو بعنوان الحياة بجوار مصادر المياه وده بيتم تحديدا في جزء إبدأ بمقدمة الوحدة وأكيد بخبراتنا كمعلمين عارفين مدى أهمية مشاركة التلاميذ لأهداف التعلم وإزاي هيتم تحقيقها؟ ولو أخذنا لحظات وتأملنا في النص الموجود على الشاشة وده من كتاب التلميذ هنلاحظ الأسلوب البسيط اللي بيخاطب به الكتاب التلاميذ وده في جزء إبدأ في مقدمة الوحدة عشان يديهم فكرة عامة عن اللي هيتعلموه عبر المفاهيم الموجودة في الوحدة وإزاي هيستفيدوا بيها في النهاية أثناء تنفيذهم للمشروع دليل المعلم بيوجهنا أن ندعو التلاميذ يركزوا على الظاهرة الرئيسة الخاصة بالوحدة الثالثة واللي بعنوان حلول الحفاظ على المياه معالجة مياه الصرف وبالتالي عشان نساعد التلاميذ على تنفيذ المشروع مهم جدا أن نطرح عليهم السؤال ده كيف يمكننا حماية موارد كوكب الأرض وندكرهم بيه بشكل مستمر على مدار الوحدة ده هيخلي المشروع دايما في تفكيرهم وهم شغالين في المفاهيم الثلاثة وده هيساعدهم يعملوا روابط مع المعارف والمهارات الجديدة اللي هيتعلموها على مدار المفاهيم الثلاثة للوحدة على مدار المفاهيم بيبحث التلاميذ إزاي بتعتمد الكائنات الحية على المياه وازاي بتتفاعل معها للبقاء وقد إيه مصادر المياه العذبة محدودة على كوكب الأرض وعشان التلاميذ تعبر عن تعلمها وقدرتها على توظيف المعارف هيقوموا بتصميم نموذج لمستجمع مياه ويعملوا محاكاة لطريق التعرض للتلوث وده من خلال ملاحظتهم للطريقة اللي بينتقل بيها الملوثات من المسطح مائي لآخر وتأثيرها على العديد من الموارد المائية المختلفة يعني المشروع في النهاية بيكون تحدي للتلاميذ فيما ده قدرتهم على تطبيق كل تعلمه وفهمه عن مصادر ومستجمعات المياه والتلوث وده عشان يوضحوا المقصود بعبارة الحياة بجوار مصادر المياه خلالنا ناخد لحظات نرجع فيها لدليل معلم نرجع لخطوات المطلوبة عشان دي هتساعدنا بالتأكيد نوجه تلاميذنا بشكل أفضل لتحقيق هدف التعلم ونرجع لمنقش مع بعض لاحظنا أن مطلوب من التلاميذ ملاحظة صورتين وقراءة نص وكمان منقشة المسطحات المائية فيما بينهم وكمان بيكتبوا توقعات عن إزاي ممكن يستخدموا الموارد المتوفرة عشان ينشئوا نموذج لمستجمع المياه ويرسموا خطة لهذا النموذج من المتوقع هنا أن نصنع استجابات مختلفة بعد كتابة توقعات التلاميذ زي مثلا أعتقد أن السلصال هيكون مناسب لبناء التدريس زي الجبال والوديان وممكن تلميذ تاني يقول أن مسج الزيت مع المية ممكن يعبر عن التلوث بالرغم من أن كل تلميذ هيكتب في البداية التواقع الخاص به ولكن العمل وتنفيذ المشروع هيكون في مجموعات يعني هيكون مهم داخل المجموعة الوحدة أنهم يتفقوا على الأدوات وخطة النموذج اللي هيصمموه عشان يبدأ التلاميذ في خطوات التجربة وبما أنهم هيشتغلوا في مجموعات محتاجين نفكر إزاي هنقسم المجموعات وعد التلاميذ في كل مجموع وده طبعا قبل ما يبدأوا في التنفيذ مهم كمان نوفر خريطة بتوضح المية والتداريس في مصر زي ما وضح لنا دليل معلم ممكن في البداية ندي التلاميذ الفرصة يتبعوا خطوات الإعداد بنفسهم لأنه هيساعدنا نتابع طريق تفكيرهم وتطبيقهم للمعرفة وملاحظتهم للمهارات المختلفة زي مثلا قدرتهم على استخدام الخريطة عشان يحددوا مكان الأنهار والتغيرات في الارتفاعات ومسطحات المياه كمان استخدامهم الكتاب عشان يدعموا أحد طرفي النموذج عشان يوضحوا ارتفاع منطقة معينة والحضار جزء تاني واللي بيبين مدى فهمهم لمظاهر السطح عشان يظهروا أكيد اختلاف ارتفاعات مستجمعات المياه واستخدامهم من ملصقات وكمان توزحها في أماكنها الصحيحة وده بالتأكيد هيوضح فهم التلاميذ لطبيعة السطح وسمات كل مورد هل هو عزب أم مالح هل المسطح المائي بحيرة أو نهر أو خليج وبعدها هيلاحظ التلاميذ رحلة انتقال المياه وتتبعوا التأثير المحتمل للملوسات زي سجب قطارات الزيت وسرعة انتقالها من دسم مائي إلى آخر وده هيبين قدر التلاميذنا على فهم حركة المياه داخل المستجمع المائي تسجيل الملاحظات وتحليلها في جدول البيانات في المحاولة الأولى والمحاولة الثانية هي مهارة بتبين زي التلاميذ هتوظف المعلومات في الجزء الخاص بالاستمتاج لما بينقشوا النتائج اللي توصلوا لها والأدلة اللي جمعوها وده عشان يشرحوا ويوضحوا فهمهم لعبارة الحقيقة بجوار مصادر المياه الخطوات دي ومنقشتها بيقوم بها تلاميذنا عشان يطبقوا التعلم اللي تم على مدار الوحدة سواء في إجابتهم على أسئلة فكر في النشاط أو قدرتهم على حال المشكلات باستخدام التصميم الهندسي واللي بيظهر من خلاله مهارة تفكير وتحليل وطرح الأسئلة وفرض الفروض واختبارها وتحسنها بالإضافة اللي عمل في مجموعات والتعاون فيما بين التلاميذ واستماحهم لأفكار بعض والتواصل لرأي وفكرة مشتركة ودلوقتي خلونا نتعرف مع بعض على الطرق المختلفة لدعم التلاميذ أثناء المشروع زي ما قلنا في بداية الحلقة مشاركة التلاميذ بموضوع المشروع هيساعدهم يلاقوا روابط حقيقية مع حياتهم وهتماماتهم كمان ده هيساعدهم على الإحساس بالثقة في أداءهم ويدركوا المهارات والمعارف الموجودة عندهم وده بالتأكيد هيشجحهم إنهم يشاركوا بدون خوف وخاصة لما يحسوا إنهم قدرين يوظفوا معارفهم السابقة والجديدة في تصميم النموذج فهيشعروا إن التعلم ده ليه معنى وليه مغزى وكمان يقدروا يطبقوه في السياقات في العالم الحقيقي إتاحة الحرية للاختيار للتلاميذ هي طريقة تانية نقدر نساعدهم بيها إنهم يحسوا بالثقة ويقدروا يتحكموا في تعلمهم زي اختيارهم هيشتغلوا مع مين من زملائهم وإيه المواد اللي هيستخدموها كمان الفرص المتكررة للتأمل والملاحظة من المعلمين أو الزملاء بتبني متعلمين عندهم ثقة وده أكيد هيساعدهم إنهم يفضلوا مركزين على عملية التعلم بدل التصرع في إكمال المهمة وأخيراً محتاجين نجهز الأدوات الكافية والمواد والخرايط اللي هتساعدهم على تنفيذ المشروع ومن المهم طبعاً إن نأكد على إجراءات الأمنة والسلامة أثناء تنفيذ تلاميذنا للمشروع بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا ممكن نرجع تاني لدليل معلم ونسجل أي أفكار أو معلومات إضافية ممكن تساعد التلاميذ على تطبيق وتنفيذهم لمشروع الوحدة بفكركم إذا نقدر نرجع لأي جزء من برنامج التنمية المهنية الخاص بمعلم العلوم للنظام التعليم 2.0 من على منصة التنمية المهنية OBD واللي بتتيح لنا نطلع على محتويات الوحدات التدريبية من خلال فيديوهات ونسخ المقروعة وكمان نقدر نشارك أفكارنا مع مجتمع التعلم شكراً لكم وإلى اللقاء